استخراج بطاقة التعريف الوطني وجواز السفر سيكون من البلديات بدلاً من الدوائر الإدارية هو إجراء سيفعل في الفتح أوت القادم هذا ما كشف عنه المدير العام للعصرنا والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية وهذا بهدف تخفيف العام عن الدوائر الإدارية للمدن الكبرى إلى حين تعميمه عبر التراب الوطني وستبشر العملية عبر بلديات العاصمة في الضغط على الدوائر وعلى الولايات المتدبة قام مع الوزير الداخلية أن نفتح على مستوى البلديات كبرى إداء ملفات والأرون المونتع بالتصبور البيومتري وكذلك البطاقة التعريف الوطني في بداية شهر عود ومعنى نكملون شاء الله نكملوا الضوائر في مستوى الجزاء العاصمة وفي المرحلة أولى ومرحلة ثانية نذهب لكل الولايات الكبرى هي إذن خطوة تنترج في إطار تحصين الخدمة العمومية وعصرانة الإدارة لسيما في شقها المتعلق باستخراج الوثائق الرسمية لتقريب الإدارة من المواطن حيث تراهن عليها وزارة الداخلية من أجل تخفيف العباء على الدوائر الإدارية حتى تتمكن هذه الأخيرة من الاهتمام بمشاكل التنمية والجدير بالتثمين هو أن هذا القرار من المفروض أنه سيخفف عن سكان ولايات الجنوب وكذا المناطق النائية أعباء التنقلات من أجل استخراج وثائقهم الإدارية من الدوائر وقطع مسافات كبيرة علما أن هذا الإجراء كان معمولا به عبر بلديات من رصد وعين صالح غير أن السؤال الذي يطاح نفسه هو هل ستتمكن حكومة سلال من حماية صمعة جزائر في المحافل الدولية من خلال الالتزام بضمان تعميم السفر بجوازات السفر البيومترية كما تنص عليه الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي شددت على أنه بعد تاريخ 24 نوفمبر 2015 سيكون إجزاميا التنقل بواسطة جوازات سفر بيومترية